السلام عليكم معكم دكتورة وجناء بي اجدي اورال ميديسن ومسؤولة مادة الاورال هستولوجي ارحب بطلبة المرحلة الثانية في العام الدراسي الجديد 2021-2022 ونبدأ المحاضرة الاولى في مادة الاورال هستولوجي النظري بداية نبدأها بتعريف الاورال هستولوجي اللي هو علم انسجة الفم is the study of the minor structure composition and function of oral tissues يعني دراسة للاجزاء الدقيقة مع التركيب والوظيفة لانسجة الفم تعريف مبسط هذا السلايد عبارة عن دايجرام يمثل the structure of the tooth and supporting tissues نوع الsection بهذا الديغرام هو longitudinal section مثل ما نلاحظ الديغرام هو labeled diagram يعني تأشيرات موجودة على كل جزء أهم التأشيرات اللي تأكدون عليها هي الفرق ما بين clinical والanatomical crown والclinical والanatomical root معلومات أساسية عن نوع الانسجة الموجودة في الاورال كابيتي واللي الضم نوعين أساسية heart tissues متمثلة بالbone and teeth والsoft tissues متمثلة بال lining myocase and salivary glands التوث in general يتكون من two parts اللي هو الكراون والروت الكراون هو جزء المرئي من السن داخل الأورال كابيتي والروت هو الهدن portion of the tooth in the alveolar bone التوث suspended in the alveolar bone by peridental ligament البريدانشيام هو مصطلح يطلق على الأنسجة الساندة للتوث ويشمل الأربع عنواع مختلفة من الأنسجة الperiodental ligament وحدة منها وكذلك تضم هذه الperiodانشيام السمنتم والجنجايفة والألفيولار bone مركز السن هو يدعى البلب وما بين البلب والإنامل في الكرون هذا الحيز يشغل بالدنتين وما بين البلب والسمن تمبروت هذا الحيز يشغل بالدنتين أيضا فإذا الدنتين يشكل البلق of the tooth structure هذه اللاييرز المختلفة للتوث مأشرة بشكل واضح في السلايد اللاحق بعد المعلومات اللي عرفناها من هذه المقدمة البسيطة رح نتناول موضوع tooth development حتى نعرف بداية تكوين السن أيضا هذا يعرف هاي العملية تعرف بالأودونتو genesis رح نأخذ جزء منها بهذه المحاضرة وجزء الآخر بالمحاضرة اللاحقة هذه صورة لفيتاس during intrauterine life عمر أربع أسابيع أو 28 يوم هذا العمر تبدأ به عملية تكوين الأسنان ستموديوم is primitive oral cavity primitive يعني بدائي أو أولي هذا الستموديوم هو ما يطلق على oral cavity للجنين lined by stratified sequemus epithelia يفصل عن endoderm of the gut الباكوفارنجيال membrane اللي يصير به rupture بالأسبوع الرابع يعني باليوم 27 أو 28 من intrauterine life وهذا ما يحفز الاندكشن هذا السليد يمثل مقطع نسيجي بال ستموديوم ونلاحظ بالأورال اكتوديرم وتحت الاكتوماسينكايمال تيشو يفصل بينهم البازمنت ممبرين من يصير رابتشر بالباكوفارنجيال ممبرين رح يصير اكتيفيشن بالنيورال كريست سيل الموجودة بالاكتوماسينكايمال تيشو وتفرز سيجنال تأثر على أو اكتيفيت بايزل سيل الموجودة بالأورال اكتوديرم فيصر بها بروليفريشن حتى تتكون هذا التتخن اللي تشوفوا أمامكم بالصورة وهذا التتخن اللي هو يسموه برايماري ابيثيليال باند هي باند ابيثيليام انفيد الاندرلائيين اكتوماسينكايم يعني انه نمو مالتها رح يكون الى داخل الاكتوماسينكايم وليس اوت وورد من حجينا على البر فورميشن او برايماري ابيثيليال باند ما رح يكون بنقطة واحدة وانما رح يكون على طول الارت البر ماجزيلا اند ماندبل فرح ياخذ شكل الارت هذا التتخن ياخذ شكل الارت اللي هو نطلق عليه دنتان لامنا اللي هو بالديزاين هذا شكل البني الفاتح دنتان لامنا رح يكون اثر فوسي اوف برويفريشن برويفريشن او برويفريشن هذي الاريا اللي صر بها برويفريشن هي في عشر مناطق من الابر جو واللي يتمثل كل وحدة منهم مكان السن اللبني او دي سيديو وستوث اللي مستقبلا رح يتكون هذا ايضا مقطع نسيجي through استموديوم in coronal direction قلنا بالسلايد القبل البريماري ابيثيريال باند تتكون في الاسبوع السادس في الاسبوع السابع البريماري ابيثيريال باند ديوايد انتو inner lingual process called dental lamina واللي هي مسؤولة عن تكوين الاسنان مستقبلا الاؤتر بكال process called vestibular lamina واللي هي تكون labial and baccal vestibule of oral cavity هذا ايضا coronal histological section through primary epithereal band يبين بالدنت اللامina اللي هي على اليسار vestibular lamina على اليمين ايضا vestibular lamina تدعى lip pharaoh band وتتكون بالboth arches upper and lower وقلنا outer to the dental lamina independently and later to formation of dental lamina هذا ايضا مقطع نسيجي ونفس الdirection مثل السلايذات الساقة لكن مرحلة اطور نشوف بها successional lamina وهي lingual extension of dental lamina مثل ما مأشر بالسلايد هذه مسؤولة عن تكوين tooth germ of permanent teeth ومثل ما نلاحظ بالصورة النهاية dental lamina tooth germ deciduous tooth germ وايضا نلاحظ vestibular lamina مثل ما مأشر هذا ايضا رسم توضيحي لدنتل lamina على طول الدنتل arch واللي يبين الفوس of proliferation اللي قلنا عليها بالبداية انه عشر مناطق حتى تتكون deciduous teeth كل واحدة منها حاملة ل tooth germ deciduous tooth germ وإلها cessation lamina حتى تكون permanent successor لكن تبقى عدنا الأسنان الدائمية المولرز ما لها predecessor احنا قلنا عشر مناطق رح تبقى بعد عدنا المولرز التتكون من وين تتكون من distal extension of dental lamina fate of dental lamina يعني مصير dental lamina هي dental lamina تبقى active حوالي خمس سنوات ومن ثم بعد ما يتكون dentin وال enamel يعني من يبدو heart tissue deposition يبدو بها degeneration degeneration من خلال proliferation of ectomacin chymal tissue يعني النسيج المحيط بها يصير ب proliferation ويسوي invasion لها بالتدريج إلى أن ما يفصلها عن tooth germ وهذا يكون late stage of tooth development بقايا dental lamina من epithelial cell ستبقى بالجو وتدعى epithelial cell rest of cirrus هذا مخطط يبين عملية تكوين الأسنان من البداية dental lamina فتتكون primary exterior band تنقسم إلى vestibular lamina اللي تكون oral vestibule والdental lamina اللي تكون منها deciduous teeth ومن باقي distal extension تتكون molars والlingual extension يكون الساكسسرز يعني deciduous اللي هم anterior teeth والpre-molars permanent طبعا وتبقى الباقي الخلايا بعد ما تصير inactive dental lamina تبقى cell rest of cell rest وهذا مخطط ل stages اللي تمر بها أو المراحل لعملية تكوين الأسنان تبدي بالdental lamina ونشوف شون تصير primary epithelial band من oral ectoderm وتحت الاكتو masin كايم يفصل بينهم basement membrane وشون ديصر التثخن هذا الproliferation أو thickening بعدين يتحول إلى body stage والcup stage والbell stage then late bell stage ومن ثم eruption of the tooth stages of tooth development أدنى ثري stages أساسية هي body stage والcap stage والbell stage هذا الطور الأول اللي مر به عمليات odontogenesis أو tooth development رح نشوف اللي أمامكم هذا البرعم أو من اسمه body stage يعني الطور التبرعم كأنه هذا البرعم هذا أو tooth body يسمه tooth germ ينمو الأورغان يكون قريب من oral ectoderm ونشوف يتكون من outer cells layer اللي هي columnar والبالداخل البالسنتر cells تكون polygonal نشوف mitotic activity بالperiphery cells يعني بال epithelial cells وبال ectomacin chymal tissue يعني انقسامات معناها proliferation معناها tissue نشط أكو formation condensation of cells اللحظة بالجزء السفلي هذا مستقبل يكون dental papilla والبال periphery يكون dental sac الشيء رحم هذا بالسلايد ديان الدلي الطور الثاني في tooth development هو cap stage واللي يتميز ب unequal growth ليش unequal growth لأنه لو كان equal كان البد الصغير هذا صار نفس الشكل وبقى بس يصير أكبر بالحجم لكن هنا لدي يصير unequal growth يتغير حتى الشكل ينتج عنا cap stage اللي هو بشكل concavity والconvexity الشان ديصير هذا ديصير الdeep surface of the bud يصير بshallow invagination إلى داخل البد فده يمطي cap shape الperipheral cell رح تكون cuboidal وتحيط بالconvexity الخارجية outer convexity وتسمى بالouter enumal epithelial خلايا epithelial cell اللي تحيط بالconvexity رح تكون tall columnar cell تدعى بال inner enumal epithelial كذلك نشوف أكو center بال بالconvexity يسموها enumal not هذه يعني خلني نوصفها بأنه هي تكون مركز النمو ورح نجي عليها بالاستاذات القادمة طبعا أكو همي ديسمو سوم يربط el epithelial cell to the bezel cell layer هذا مقطعنا cg ل tooth germ during stage يبين enumal naik هذا structure لكن هو بالحقيقة artifact يعني يحدث بسبب أو خلي نقول أثناء تحضير السلايد من يصير القطع وتبين كأنه dental lamina هي lateral extension بالحقيقة هي لأن the structure ومؤجعني أقطع فتبين كأنه lateral extension هذا هو artifact بس احنا ربط أوضح أنه إذا شفته هاي شي structure فهو هذا artifact وليس فد يعني فد جزء بال tooth germ يبدأ الانامل organ يأخذ شكله بال cup stage وتبدأ layers تصير واضحة بال cup stage فنقدر نميز outer animal epitherea هي الطبقة الخارجية وال inner animal epitherea اللي هي الطبقة الداخلية اللي تحيط الconcavity والاستلة reticulum اللي هي ما بين outer وال inner animal epitherea dental papilla اللي هي اللون البيجي هذا اللي تحت الكاب هذي dental papilla ومؤشرة والdental follicle اللي هو يحيط بال ال-enamal organ in ectomis enchymal tissue During كاف stage نقدر نميز layers of enamal organ وقلنا أن تتكون من outer enamal epitherea اللي تكون cuboidal in shape surrounding the outer convexity وتتكون من inner enamal epitherea اللي هي tall columnar تحيط بال inner concavity ما بينهما الاستلة reticulum واللي هي هذا السلايد هو صورة مكبرة عن الاستلة reticulum وتبين الخلايا اللي تكون هذه اللير عبارة عن polygonal cells هال set of plasmic processes contact to each other and give the layer cushion consistency فتجعلها كشوك absorber to any injury during tooth development ايضا خلال cap stage of tooth development ممكن انميز dental papilla واللي هي مأشر عليها باللون الاصفر تمثل ectomas enkylm tissue of enamel organ surrounded by the inner enamel epitherea اللي هي تصطف على concavity of peripheral cells of this layer والقريبة تكون عن inner enamel ابدي بدي صريح الى الى odontoblast المسؤول عن تكوين الدنتين during cap stage ايضا يكون واضح dental follicle or dental sac واللي هو عبارة عن marginal condensation in the ectomas enkylm surrounding the enamel organ and dental papilla وكل ما تقدم بانه ممكن ما يصير more fibros رح نشوف dental papilla وال dental sac دينتهم ectomas enkylm ازيان شنو الفرق الدنتل papilla يكون cells cellular content اكثر من fibros content الدنتل sac تكون fibros content اكثر من cellular content كل واحد حسب وظيفته الدنتل sac مستقبلا ينشأ من periodontal ligament during cap stage ايضا نشوف structures يسموها temporary أو transitory structure اللي هي enamel note enamel chord enamel septum enamel navel هذه تظهر فقط بال cap stage ما تظهر من يصير ال stage اللي بعد تختفي ولذلك يسموها temporary structure structure هذه بعض التعاريف للمصطلحات اللي ذكرت بالسلايد السابق فال enamel note مثل ما قلنا هي عبارة عن center للخلايا وال enamel chord والextension من enamel note enamel septum من يوصل enamel chord يلتقي بال outer enamel epithelia ويصير متواصل رح يفصل سطلة reticulum إلى two parts فنقول عليها سبتم وليس chord وال enamel navel هي منطقة الالتقاء ما بين outer enamel epithelia وال enamel chord هذا هذا السلايد يشوفنا كل layers and structures اللي نقدر نميزها ونشوفها in cap stage of tooth development من inner and outer enamel epithelia cervical loop اللي يربط بين inner والouter enamel epithelia وال stella reticulum وال temporary structure ترجمة نانسي قنقر